أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم النهاردة جايب لكم خبر الحقيقة لا يصر لا عدو ولا حبيب النهاردة تم إعلان إفلاس دولة عربية خلال هذا الشهر الكريم والدولة أعلنت إفلاسها بشكل غير رسمي وبيحاولوا أن هم يهدوا الموضوع ولكن الموضوع انتشر على كل وكالات الأنباء وأيضا في الأخبار كلها بتتكلم عن الموضوع لسه نازل من ساعة نائب رئيس الحكومة بيعلن صراحة أن الدولة مفلسة تماما وأن بيحاولوا عواض الخسائر من البنك المركزي والبنوك وبين الموضعين والحكومة الوضع متأزم جدا في تلك الدولة وهي دولة لبنان الشقيق للأسف النهاردة تم إعلان إفلاسها بشكل غير رسمي ولكن رسميا لازم رئيس الحكومة هو اللي يقوم بالموضوع ولكن هما خايفين يعملوا كده أحسن تحسن مظاهرات وشغب في البلد وتم إعلان هذا الكلام لصندوق النقد الدولي علشان يقدروا ياخدوا منهم فلوس علشان ما يتمش الإفلاس رسميا وبشكل نهائي بيحاولوا بقدر الإمكان أنه هما يقللوا الخسائر الموجودة وأن الوضع ما يوصلش الإفلاس تام الخبر نزع لكل الأخبار منهم أول موقع يتكلم عن الموضوع السين إن بالعربي بيتكلم عن مصدر حكومي بيوضع حقيقة تصريحات إفلاس لبنان ومصرفه المركزي أكد مصدر حكومي لبناني أن تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي عن إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي جاية من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها والتي بمجابها بيطلب لبنان مساعدة من الصندوق علشان يساعده في الإفاء بالتزاماته وبالتالي في أن التصريح يعتبر مش إعلان رسمي عن إفلاس لبنان ولكن بيوضح الحالة الحقيقية لمصرف لبنان وقال المصدر في تصريحاته للسي ان ان إن أي موقف حكومي بهذا الشأن نزمن يتعرض الأول على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللي هو بيمثل الحكومة وينطق باسمها وأضاف المصدر أن تصريحات الشامي لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة في الوقت نفسه قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أن اللي بيتم تدوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية وأضاف كمان رياض سلامة بالرغم من الخسائر الموجودة واللي أصابت القطاع المالي في لبنان والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي اللي بيتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الصندوق النقد الدولي مازال مصرف لبنان بيمارس دوره الموكل إليه ومن النقد والتسليف وهيستمر بنفس الطريقة وكان شامي صرح خلال مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية بأن فيه تقدم كبير في المفاوضات مع صندوق النقد وأضاف شامي ردا على سؤال حول ما كان فيه اختلاف ووجهات النظر ما بين البنك وما بين الحكومة أو البنك المركزي والحكومة حول توزيع الخسائر قال إن هم هيقدروا إن هم هيوصلوا الاتفاق قريب علشان يحلوا المشكلة وإن توزيع الخسائر هيبقى على الدولة وعلى البنك المركزي والبنوك وكمان المدعين وقال إن الدولة والبنك المركزي قطاع عام وإمكانياتهم ضئيلة جدا وأسمع كثيرا للأسف إن الدولة مفلسة هو قالها كده صراحة الراجل يتكلم بكل صراحة إن الدولة أسف مفلسة بس هم مش قادرين يعلموا ده صراحة وكذلك البنك المركزي يعني كارة الدولة ولا البنك ما فيهمش فلوس لذلك عاوزين نوصل النتيجة عشان نعوض المدعين بقدر الإمكان لإنه مش معاهم إن هم يديرهم فلوس أصلا فعشان كده هم دلوقتي بيحاولوا يوصلوا الاتفاقية أو اتفاق ومفاوضات مع النقد الدولي على إنهم يقدروا ياخدوا منهم أي قرد يحاولوا يعوضوا بالخسائر بتاعت المدعين لأن للأسف الدولة مفلسة أو مفلسة لإن خلاص ما فيهاش أي فلوس لكن هم ما قالوش ده بطريقة رسمية لإنه ما يقدروش يعملوا كده عشان ما يحصلش مظاهرات زي ما إحنا قلنا نتمنى الخير لكل الدولة العربية وأتمنى إن صندوق النقد الدولي بالفعل إن هو يلحق الدولة بإن هو يديهم قروض وياريت الدولة العربية تتكاتف واللي يقدر يدي قرد يدي مشكلة إن لبنان بتعلن إفلاسها في وقت اللي حتى اللي معاه فلوس هيخف يسلف إن إحنا في ظروف اقتصادية صعبة كل اللي بيقول أنا يا ضوبك أكف نفسي معايش إن أنا أكف غيري في ياريت اللي يقدر أي دولة عربية من الدولة الخليجية من الدولة الكبيرة الغنية عربية بقى مش عربية أجنبية اللي يقدر يساعد دولة زي لبنان ياريت لإن فعلا الحال أصبح إن هم خلاص فاضي الأيام ولا أسابيع ويعنون إفلاسها تماما فلو ما فعلا القرد ده ما وصلش الدولة هتعلن إفلاسها إن مفهاش فلوس خالص وساعتها ممكن تحصل صورة كبيرة جدا داخل البلد لإن الناس خلاص كفاية كده عليهم الناس بيستحملها بقالها كم سنة هم على النظام ده والغاية دلوقتي ما فيش أي تقدم بالعكس عملين يتأخروا أكتر وأكتر ده كانت آخر الأخبار حول إفلاس دولة عربية شكرا لحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين سدقوني أنا مددقة جدا أن أنا بعرض هذا الخبر ولكن لازم أن نعرضه وندعو كلنا في خلال هذا الشهر وكل الناس اللي بتصوموا إن أزمة لبنان تعدي على خير شكرا وأشوفكم بخير في فيديو جديد على قرارات مثال أخبار وتوقعات جديدة بإذن الله ما تنسوش الاشتراك أهم حاجة وجداد معنا عشان توصلكم الفيديوهات عن طريق تفعيل زر التنبيهات أو جرس التنبيهات ولو أعجبكم الفيديو عملوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس